موسيقى متابعي قناة تونسنا مساء الخير أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري اتهم أحد قياد تنظيم أنصار الشريعة رياض الورتاني في حوار مع موقع نوات حركة النهضة ونداء تونس باختراق تنظيم أنصار الشريعة بوجه خاص وتيار السلفية الجهادية بشكل عام من خلال ذخ أموال طائلة بشكل مباشر وغير مباشر لتمويل عمليات تسفير الجهاديين إلى سوريا ليس خدمة للجهاد وإنما لإفراغ الساحة منهم على حد قوله وذكر الورتاني أن تنظيم أنصار الشريعة يملك تقارير وتسجيلات وشهادات موثقة حول ما قال إنه جلوس الحكومة المؤقتة بقيادة النهضة مع المخابرات البريطانية والفرنسية والإيطالية والأمريكية بالإضافة إلى الموساد في تونس استنكرت رئيسة نقابة القضاء التونسيين روذا العبيدي تجاوز الناتق الرسمي باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي والصلة الأمنية لصلاحيات القضاء وإصدارهما خلال المؤتمر الصحفي الأخير لوزارة الداخلية وكذلك في المنابر الإعلامية إصدارهم لأحكام هي من صلاحيات قاضي التحقيق وأشارت العبيدي إلى أن مثل هذه التصريحات قد تمس من قرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة للمواطن على حد تعبيرها معلنة أنه سيتم يوم الأربعاء والخميس القادم عقد ندوة صحفية بهذا الخصوص عبر عدد من أنصار جبهة الإنقاذ وعدد من المنظمات المدنية بمشاركة النواب المنصحبين خلال تظاهرة السلسلة البشرية الرابطة بين ساحة اعتصام الرحيل بباردو وساحة الحكومة بالقصبة عبروا عن تمسكهم بحل المجلس التأسيسي وإسقاط الحكومة وتكوين حكومة إنقاذ وطنية وأعلن النواب المنصحبون أن الأسبوع المقبل سيكون أسبوع الحسم الذي سوف يتزامن مع أربعينية الشهيد محمد لبراهمي سلسلة بشرية ربطت بين ساحة اعتصام الرحيل بباردو وساحة الحكومة بالقصبة حركة القال النواب المنصحبون أنها ترمز إلى وحدة وترابط الشعب التونسي والذين أكدوا تمسكهم باستقالة الحكومة وحل المجلس التأسيسي وتكوين حكومة إنقاذ وطني حريصين بش يكونوا مطرف الحل لكن طرف الحل نهارة اللي تعترف بالفشل اللي متاعك وعجزك ونعطي الأمانة للأيادي أمينة تكمل بنا ما تبقى من مرحلة الانتقالية مرحبا نحكيه في ما تبقى بش نتفاهمه في الآليات اللي نكملوا بها ما تبقى من مرحلة الانتقالية لكن هذا يا موش ممكن إلا بعد إعلان استقالة هذه الحكومة الفاشلة نحن ندخلوا في السبوع الحسل السبوع الحسل اللي بيش يتوجب الاربعينيات المرحوم محمد لبراهمي إذن نحنا مواصلين مدام الحكومة هذه ونهضة بصفة خاصة مزيلة معناة مش يشيدة مش يثابتة في المواقف انتاح يقولوا شيء وقولوا ضدو نحنا مواصلين والعطيسام متاعنا مواصل ونسيحابنا متواصل ونظارنا مواصل عملنا نصعدو يعني الموين وإن شاء الله يعني احنا سرطو ماشين في أنها الحكومة يعني تدخل بعين الاعتبار مبادرة الاتحاد ويعني اللي هي يعني حل الحكومة عاجلا الاب المشاركون في التظاهر استفوا جنبا إلى جنب وأمسكوا بعضهم بعضا بالأياد حاملين الأعلام الوطنية مرددين ورافعين شعارات ضد الحكومة وضد حزب النهضة احنا مازلنا متمسكين بالمطالب امتاعنا هذية احنا اليوم نشوف أنه حركة النهضة مازلت متعنتة ومازلت شدة صحية ومازلت ضرب عرض الحائط المطالب الشعبية والتحركات الشعبية اللي صارت نهار 6 ونهار 13 ونهار 24 احنا حابنا نقوله اليوم بالإشارة هذية متاع الجسر البشري اللي مش يسير من هنا القصبة أنه الهدف متاعنا والمطلب الرئيسي متاعنا هو أسقاط الحكومة وتكوين حكومة أنقاذ وطني في إطار ديمة الأمور السلمية والمدنية بدون عنف بدون تشنج بدون عجي ان شاء الله نقاول كنا حل مع بعضنا باش نعاودوا نبني تونس وتونس متنجمش تعاود تتبنيه مغير انتخابات أخرى تكون شفيفة بالمجد وعلى هذا احنا شدينا صحيح في حلينها الحكومة هذية اللي نعرفوا اللي هي حكومة أولا فاشلة ثانيا اللي منتنصبين فيها ومنها هما لكلهم تنصيب لولاقات الترويكا لولاقات النهضة وهذه من نجمش بالكل يحقلنا انتخابات حرة وشفيفة والديمقراطية هذه التظاهر جاءت في وقت تجرى فيه المحادثات بين الترويكا الحاكمة والمعارضة للتوصل إلى حل يخرج البلاد من أزمتها السياسية والاقتصادية وأولى الحلول بحسب المعارضة حل الحكومة الحالية وترك المجال لحكومة كفاءة تترأسها شخصية وطنية مستقلة قال القيادي بالجبهة الشعبية المنجي الرحوي خلال مؤتمر صحفي عقد بمناسبة الذكرى الأولى لتأسيس حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد السبت إن حزبه قدم فرصة تاريخية للحزب الحاكم في تونس ليكون طرفا في الحل وتجاوز الأزمة الحالية التي تعيشها البلاد غير أن هذا الأخير وعلى حد قول الرحوي يريد أن يفر من الحكم ويخلع كما حصل لبنعني قدمنا له فرصة تاريخية لحوار جدي وكنا معناها من مبادرين لهذا ولازلنا كذلك على ذلك العهد من أجل حوار الجدية أنا نتصور كذلك إلى حد هذه اللحظة وبعد اغتيال الشهيد محمد إبراهيمي بنظار السلم المدني الذي معناها انتشر في كل أنحاء البلاد قدمنا له كذلك فرصة تاريخية لكي ينسحب من الحكم بدون إذلال وبدون منطق الغالب وبدون منطق الغالب المغلوب لكنه وعلى ما أظن هو يواصل في نفس الطريق طريق الهروب إلى الأمام الذي رأيناه منذ أن اعتلا سدة الحكم بمعنى أن ما أريد قوله وأوجهه بصراحة لهذا الحزب أنه بهذه السياسة وبهذه المكابرة لا يفعل إلا أنه يقرب يوم خلعه كما خلع براني بمعنى أننا قدمنا له فرصة تاريخية كي يكون طرفا في الحل هو الآن يريد أن يكون خارج الحل ويريد أن يقع والذهاب رأسا ليخلع كما خلع بنهلي وكي يفر من الحكم كما فر بنهلي أعلنت أربعة أحزاب دستورية وهي الاتحاد الوطني الحر والمبادرة والوحدة والإصلاح وزرقاء اليمامة عن انطلاق العمل تحت راية حزب المبادرة الوطنية الدستورية الذي عقد السبت أولى اجتماعته وذكر رؤساء الأحزاب الأربعة الذين حضروا الاجتماع وهم كمال مرجان وعز الدين بوعافيا ومحمد جغام وتوفيق حمزة بأن حزب المبادرة الوطنية الدستورية يوحد بينهم في إطار المرجعية الدستورية الصحيحة والوفاء للفكر البورغيبي الإصلاحي حسب ما جاء في بيان صادر عن الحزب الجديد قضت المحكمة الابتدائية بالعاصمة على صهر الرئيس المخلوع عماد ترابلسي بدفع ستمائة ألف دينار لرجل أعمال تقدم بشكاية حول مستحقات مالية لبظائع عماد ترابلسي متخلدة بذمته قال وزير الخارجية عثمان جراندي في حوار مع جريدة الشروق الأحد إنه لا يتلقى أي إملاءات من أي جهة وكذلك الشأن بالنسبة لوزارته وأوضح وزير الخارجية أن موقف تونس كان واضحا فيما يتعلق بما يحدث في سوريا وإدانتها لتصرفات النظام السوري كانت منذ البداية مؤكدا على ضرورة إيجاد حلول سياسية للأزمة السورية وأشار جراندي إلى أن عودة العلاقات الدبلوماسية التونسية السورية رهنة تطورات الأوضاع حسب قوله من جهة أخرى قال جراندي أن بيان وزير الشؤون الدينية حول مصر كان متسرعا ولم يعكس الموقف الرسمي لتونس وإلى الشأن الدولي وفي آخر المواقف الدولية حول توجيه ضربة عسكرية لدمشق قال وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس الأحد إن بلاده لن تتحرك بمفردها في سوريا لكنها ستنتظر قرارا من الكونغرس الأمريكي بشأن تنفيذ هجوم ضد حكومة الرئيس بشار الأسد ويذكر أن احتمالات الضربة الأمريكية للنظام السوري تأجلت بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أنه طلب موافقة الكونغرس فيما صدر عن الكونغرس أنه لن يناقش هذا الطلب إلا في الأسبوع الذي يلي يوم التاسع من سبتمبر وهو موعد انتهاء عطلة الكونغرس وبالتوازي مع موقف حكومات البلدان الغربية حول توجيه ضربة عسكرية لدمشق تظاهر نحو مئة شخص من دعاة السلام والمؤيدين لنظام بشار الأسد أمام البيت الأبيض في واشنطن للمطالبة بعدم التدخل عسكريا في سوريا وفي المقابل طالب عدد من المتظاهرين الآخرين بمعاقبة الأسد كما شهدت العاصمة البريطانية لندن بدورها مظاهرة مماثلة مطالبة بعدم توجيه ضربات عسكرية لدمشق ونبقى في الملف السوري وتداعيته الأمنية على الولايات المتحدة الأمريكية حيث ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأحد أن مكتب التحقيقات الفيدرالية عزز مراقبته للسوريين المقيمين في الولايات المتحدة لمنع أي عمل انتقامي في حال وجهت ضربات عسكرية أمريكية إلى سوريا وكان قراصنة معلوماتية من الدعمين للرئيس السوري بشار الأسد وهم يعرفون باسم الجيش السوري الإلكتروني استهدفوا في الأشهر الأخيرة مؤسسات أمريكية من بينها صحيفة نيويورك تايمز وقالت الصحيفة أن الـ FBI وإدارة الأمن الداخلي أصدر انذارا سريا يحذر كل أجهزة الأمن على كل المستويات من تهديدات محتملة قد تأتي من النزاع السوري تاوعد الرئيس اليمني عبدرب منصور هادي بعقاب رادع لمهاجم موكب رئيس الوزراء محمد سالم باسندوه مساء السبت ونجى رئيس الوزراء اليمني من محاولة اغتيال تعرض لها جراء اطلاق نار من قبل أربعة مسلحين مجهولين على موكبه في صنع مساء السبت وكان المسلحون الأربعة يستقلون سيارة رباعية الدفع أطلقوا ست رصاصات من سلاح رشش باتجاه موكب رئيس الوزراء والذي يتكون من ثلاث سيارات ويعد هذا الهجوم الأول على رئيس الوزراء اليمني وهو أحد قادة المعارضة السابقة ضد الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح منذ تشكيله حكومة الوحدة الوطنية إلا أن أعضاء عدة في حكومته ناجعوا من محاولة اغتيال خصوصا وزيري الدفاع والأعلام وننتقل إلى الوضع السياسي والأمني في إفريقيا حيث ما زالت أحداث العنف تعصف بنيجيريا أين قتل ثمانية وثلاثون شخصا على الأقل في ولاية بورنو في شمال شرق البلاد إثر هجومين نسب إلى عناصر من جماعة بوكو حرام المتطرفة واجتاح مسلحون بلدة ياغو وقتلوا أربعة عشر رعيا من الرحل وفي هجوم آخر في غابة مونغونو قتل أربعة وعشرون عضوا في ميليشيا محلية تساعد الجيش على تعقب الإسلاميين في المنطقة وأسفرت أعمال العنف المنسوبة لبوكو حرام والقمع العنيف لها من جانب السلطات عن سقوط ثلاثة ألاف وستة مائة قتل في نيجيريا منذ العام 2009 بحسب منظمة هيومن رايتس واتش قالت حكومة جنوب إفريقيا في بيان أن نيلسون منضيلا رئيس جنوب إفريقيا السابق خرج من المستشفى الأحد وعاد إلى منزله عقب علاجه من التهاب متكرر في الرئة وقالت الرئاسة أن حالة منضيلا لا تزال حرجة ونختم نشرتنا لهذه الليلة بخبر عن الفضاء حيث أعلنت وكالة الفضاء نازا تسير مهمة لجذب كويكب بحلول عام 2025 المهمة التي سيقودها رائد فضاء تتمثل في الوصول إلى كويكب وصحبه إلى مدار مستقر قريب من الأرض وقد قدرت الوكالة تكلفة المهمة بأكثر من مليار دولار إلى هنا مشاهدين تنتهي هذه النشرة شكرا على حسن المتابعة في أمان اشتركوا في القناة